من عمر الأربع سنوات دخل عبر والده إلى عالم القرآن الكريم حتى صار من أهل حفظه وتلاوته درس القانون لكنه ظل متمسكاً بدستور الإله وناشراً لعلومه من ليبيا عبد الفتاح علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعاً من المثال والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أدى النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين من الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين اشتركوا في القناة وإنما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرضان المشركين إِنَّا كَفَيِّنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ أَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ ولقد نعلم أنك يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدَ رَبَّكَ وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدَ رَبَّكَ وَعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق الله العظيم حياكم الله مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة طيبة القارئ عبد الفتاح من ليبيا شكرا جزيلا لكم على هذه التلاوة فضيلة الشيخ عمر تفضل عبد الفتاح عالي حيدر ما شاء الله كنت رائعا وجلست جلسة القراء الكبار وحاولت أن تؤدي وتحاكي القراء الكبار وبذلت الوسعى في ذلك وحاولت وجاهدت ومشكور على هذا الجهد يعني حقيقة أن أتيت من ليبيا ليبيا القرآن ليبيا الحفاظ أكثر من مليون حافظ هكذا في ليبيا تسمى ذا الليبيا مشهورة بحفظ القرآن الكريم والمتسابقون الليبيون في الحفظ الأوائل في أغلب المسابقات بسبب الحفظ الراسل يعني مليون هم خمسة مليون عدد نعم يعني خمس يعني خمس الليبيين من حفاظ القرآن الكريم في المسابقات نعم معروفون بالتمكن في الحفظ وإتقان التلاوة كذلك وجودة التلاوة منذ زمن بعيد يعني ليسوا حديث الحفظ وإتقان التلاوة وأنت منهم يا عبد الفتاح علي حيدر فمشكور على هذا الجهد وسمعنا أن لك نشاطا في كندا نشاطا قرآنيا في كندا فالقانون لم يمنعك عن النشاط في القرآن الكريم والقرآن هو قانوننا وهو دستورنا وبه حياتنا وبه إن شاء الله نجاتنا يوم القيامة فممكن أن تحكي لنا شيئا عن علاقتك بالقرآن الكريم خاصة في كندا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله طبعا بدايتي مع القرآن منذ الصغر كنت أذهب إلى المسجد صحبة والدي والدي أيضا محفظ قرآن نعم منذ الصغر إلى أن أتممت الحمد لله في عمر الثاني عشر ثم بدأنا المشاركة في المسابقات وإلى ما ذلك وصلاة الترويح أيضا في الخارج وحاليا أدرس القرآن في كندا في موريال نعم الحمد لله في موريال في تورونتو تورونتو نعم موفق إن شاء الله هني أذكي إن شاء الله موفق إن شاء الله إن شاء الله يعلم بك القرآن أجال وأجال مهم أمين شكور السيد حسنيا تقييمك شكرا جزيلا لك شكرا لعزيزنا وظيفنا الكريم من ليبيا عبد الفتاح محاولة طيبة ونتمنى لها الموفقية أكيد ليبيا كما أشار أساتذتنا بلد الحفاظ إن شاء الله يوم من الأيام القريبة نسمع أنه ليبيا أيضا في مجال التلاوة تأخذ الصدارة عالميا ومن خلال هذه المحاولات الطيبة إن شاء الله تتطور أكثر وأكثر الشيخ باسم العابدي لكم الكلا أحسنتم أخي عبد الفتاح كما قال الأساتذة الأكارم إن ليبيا بلد الحفاظ وكما أنها بلد الحفاظ فهي بلد الثوار حيث ما يذكر اسم ليبيا يأتي إلى الأذهان الشيخ عمر المختار وهذه إشراقات نورانية على المجاهدين والثوار في العالم فهي بلد الحفاظ من الدول التي وقفت بوجه الاستكبار العالمي أو الاستدمار كما يقول أخي الشيخ أبو عزيزة أبو سعدة شيخ عبد الفتاح أنا حينما سألتكم عن قراءتكم في الوقف والابتداء ووقوفاتكم قلتم نحن نقف على ضوء وقوفات الشيخ الهبطي ولكنكم لم تلتزموا بالشيخ الهبطي ووقوفاته فأعني تركتموها في كثير من المواضع هل لأن نفسكم قليل وضعيف أم لأنكم لم تقفوا على وقوفات الهبطي أبو كلا أكثر شيء وقفت على رؤوس الآيات رؤوس الآيات أنتم وقفتم على رؤوس الآي والشيخ لم يقف على بعض رؤوس الآيات كما أنكم وقفتم على بعض المواضع التي لم يقف عليها ولم يقبل الوقوف عليها هقيقة لا أنتزم بالوقف أنصحكم بالمراجعة لوقوف الشيخ الهبطي والاستفادة من وقوفاته كما أنكم كررتم يبدو أنكم لم تعلموا بالتعليمات التي قلناها للقراء المشاركين شيخنا هو نبه في البداية قال أقف الوقف الهبطي ولكن ألتزم برؤوس الآي هو قد نبه على هذه النقطة قبل أن يقرأ ندع له رؤوس الآي وفي المجالات الأخرى شفع عليك الشيخ محمد ولكن في المجالات الأخرى ماذا نفعل لك فيما وقفت عليه في غير المواضع وتفننت في الوقوف بخلاف الشيخ الهبطي جزاك الله خير إن شاء الله قدمك تثبت وتقف في المواضع القويمة الجيدة المهمة حتى تعكس للعالم ماذا كان يقول وماذا كان يفعل الشيخ عمر المختار أنتم أبناء عمر المختار فكونوا كما كان عمر المختار بارك الله بكم السيد كريم موسوي رأيكم شكرا عبد الفتاح حبيبي الله يخليك عليك بالتركيز والإتقان عند أدائك للمقامات والتنقل بين الطبقات يعني هنا شوية شفنا نشاز عندك فما أدري عندك يعني صحية مشكلة أزمة صحية عندك كانت صوتك نعم عندك نعم شوية والله إن شاء الله يشافيك يا رب والله يطيك الخير الشيخ محمد عصفور لكم الحديث الله يحييك حبيبي أخونا عبد الفتاح من أي مدن ليبيا ترابلس ترابلس أهلا وسهلا صراحة يعني تكمل الكلام الإخوان أنا عشت في ليبيا ثلاث سنوات وأبدع ما شفت في ليبيا هو القرآن بمرتبة التدوير الترطيل أنتم مشهورون بالترطيل ليس التلاوة يعني الترطيل أكثر أكثر عندكم برواية قالون عن نافع بالأربعة أوجه طبعا وأنت يعني واضح أنه أنت متأثر بالترطيل أكثر من التلاوة والقراءة جيدة رائعة وأداء مميز لكن لاحظت بعض التكلف أو التصنع في القراءة يعني هذا قد يؤذل الصوت ويؤذل حتى ممكن تتعب يعني يعني لا تستطيع أن تكمل القراءة بهذه الطريقة تحاول بقدر الإمكان اقرأ بطبيعتك الجمال في البساطة يعني كن بسيط وطبيعي وإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق والصداد الله يبارك فهمك الأستاذ عماد رامي نستمعه لغاية أستاذ أنا كنت عم بدي أحكي الكلامة التي حكى الأستاذ أنت تاني مرة أحكي باقتصاصك أتشرف أنا بدي أقول له أنت تكلفت أنت خليك ضمن اختصاصك أو سبعة وما قرأت قالون بارك الله فيك إن شاء الله أمورك بخير بإذن الله بس الله يعافينا عبد الفتاح ممثل ليبيا شكرا جزيلا على هذه المشاركة